مرحباً 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 كيف تتبني؟ أنا مرحباً 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 رئيس الاتحاد اللبناني وبطل لبنان بالغاية الحر وسيد سمك البرودة سيد سمك البرودة سيد سمك البرودة أبداً منه صيد يعني العالم تعتبر انه هي صيد وهو أبداً منه صيد بقدر ضاين لاتمينة دقائق داخت الماء مينة دقائق داخت الماء بلانينة ستاتيك هاي ستاتيك يعني بقدر اخد نفس وحوج الماء قدر ضاين مينة دقائق ووركينج تايم يعني بالغطس بقدر وصله الخمس دقائق مرحباً اليوم رح نقضي وقت مع ماركور هتعرف على بحر لبنان رح نحن نحك عن بحر لبنان نحن نحك عن السمك كيف يتصيادوه كيف ينزلو سبير فشينج عنا جاست اليوم مرحباً انت جاست اليوم مارك بتعرف بالشجر و بتعرف السمك كمان؟ لا لا ما معرف بالسمك بس بيقول شو اللي اكتر انا حارب لعندك هي أساس ما بتعرف فيها بتعمل أصحاب دي عرفوا فيها سو عندي ماركوس فعنا دكتور الشجر ودكتور السمك مرحباً مرحباً لازم لك هادي الويلد لايف كان عرفت هالبحر لبنان مش هو أونضيق بحر لبنان كتير نظيف بحر لبنان كتير نظيف للصمك بقين بسيط انه نحن بلدنا كتير صغير والكوست لاين تعبوا لنا مترى خمسة عشرين كلمات فبقا هالديستانس الأصيرة بذكر انه مترى خمسة عشرين كلمات كتير صغير يكومباري لكل كوست المترانيين اللعنية البحر قبيل المتوسط فبقا تتنظف بأقل ممهار أو نهارين كل شي دي الشي كل شي وزع غاميكاب اكشلي موصلي سوريا تركيا هنه عبتقوا حقه أكتر منها نحن لانه الماي عبتجي من عنا من فلسطين المحتلة من فلسطين المحتلة مع الماي عبتجي عبتشيل الماي الوصخة من عنا عبتجمل الماي لانه بفلسطين عندهم لانه امباكت اكولوجيك وحماية بقية كتير عالية ماركوس بيوع كل يوم على ساعة خمسة بروح بيخطس كل يوم تقريباً ما بقرفة بحط صور بعقده على فيسبوك عن السمك عنده هلا انا بدي احكي كتير عنه بس تعال تيك اكزاف مثلا هو بحب ينزل يجيب سمك اكزاكلي متل ما بيوع له هو بصغير انه منشيل شو لازم نحنا ناكل يعني ما منشيل زيادة مثلا ما بيبيع سمك ما فيها الخبار كلهم انت احنا بلشنا اليوم بارمتنا تسع وعينا كلنا مع بعضنا؟ اي اكيد لا انا ستكت ناطر الضالة يطلع صراعا بكرا تقدير انزل قامي الغطسة بما نرجع نكافي معاكن ايه بالاجمال كل يوم تختص؟ كل يوم اذا عندي عشي ضايق بحياتي بيزال علموية بحر قوي عاصفة بحر ري بحر هايش ما بهم تنزل تتفتش عشو تتشوف شو اول شغلة بالنسبة البحر هو هو بيت يعني انا بظهر من الارض لروح البيت العالم هو العكس العالم كيف عطيت حياتك للبحر؟ اكشيلي نحنا وصغار هنا اخبر خبرية كتير صغير لكل العالم اللي عنده حتى لا تستوعب الفكرة المضبوط انه اربينا نحنا على البحر بيه كان يغطس وصغير وبيتنا على كوسر كان على الزيتونة كان هون كان شي محال حد سليدار ورا سليدار وكان بيه ينزل يغطس ويصباح على سان جورج كان هوني كان بيه هو تعلم يشوف العالم كيف يزباح وهيك تعلم يعني مام مرأ ب بارتي بروفوسيونالة يتعلم مظبوط فبقى وحب البحر بيه لو ما حب البحر والطبيعة بالإجمال هلا نوصل لهذا شيء لو ما حب الطبيعة ما كان كبنا معنا الكلمة موجوء مظبوط انه كبنا بالبحر وكبنا بالطبيعة كريمان استوعب الحياة المظبوطة كيف تكون فبقى قالنا نزلوا البحر لقلكم عملوا لبتكن ونحنا كنا صغار ونحنا ثلاث اخوة في سنة 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 فرق بيناتنا فبقى بلشنا كتير عصغر كان عمنا خمسة سنين كنا نصياد سمك وهيدا شيء شيء كتير قليل بالمجتمع انه تشوفوا اولاد هالقدة اكتيف بهالعمر ونحنا كنا تحدى دائما بين بعضنا كأخوة مش بس كنا أخوة كنا أصحاب وأخوة وكل شيء نعملوا مع بعض ما في أي سبور ما نعملوا مع بعض حتى كل الرياضات اللي عملناها كانت ضد بعضنا بالرياضات لما نكون مع بعض ذات الفريق نكتل قصة انه انا وصغير كانوا كلهم يضحكوا علي لانه انا كتخاف من البحر هيدا لكل العالم اللي عنده أولاده بتعتبر انه أولاده بتخاف ومنا رياضية الولاد البقيين احسى من أولادهن رح قلقونيها انا كتخاف من البحر انا وصغير ما كتسترجع انزل على الماء كل ما يدق فيه شيء كان يوقف قلبي كتخاف اطلع من الشبط اقعد ثلاث ساعات ما استرجع انزل على الماء كانوا يضحك اليه لانه ما كتقارف اصبح كتسبح مثل الكلب كانوا كلهم صبيحة اخواتي وكذا بس العالم طلعت بطل لبنان بسباحة منتخب لبنان ووتر بولو من اكبر غطيسة بالعالم هايدي انوية حس حالي عمشوف حالي بس انا من اغمق غطيسة بالعالم لانه عنده اولاد بخافوا او هايدي يتركون رح يتشفوا حاله و رح تطور وبعدها مع الوقت فبقى بتتعلم تحترم السمك كل سمكة انت بتشيلها عندها قصة ما فيه ولا سمكة بتشيلها هيك او تضنوع فبقى كنت امبغطس مرة و اواص السمكة انا كان سمكة ابو سن اواصل السمكة و نزلت نزول مع حظة انو على الغمق اللي كتاب تصيد عليه صوب ال 40 متر او كان فيه شارك بالمنطقة وعلى الفايبريشن طبع السمكة شارك صار عنده مثل اتاك مود يعني فرنزي مود لانو على الفايبريشن طبع السمكة فبقى الشارك طلع السمكة كريت نزول الشارك طلع مطرح الامباكت طبع السمكة بطرح مانا اواصطة طلع لي طبع السمكة لازي تزول الشارك ضيع لانو شيفني عوج الماء وضيع بالفايبريشن طبع السمكة سو خماني انا لقفات السمكة ضل عامل علي شو طبع يعني اطاك ديراكت لفو انا السمكة عم بتشرن البرودة ما بقدر اطفشو فيها ضل طلع علي وواصلها اليه لبطه بالبالم بوجه تحت اللي ما هي عملي الطاك طبعي برم ونزل رجعت انا سحبت السمكة لانو بحياتي عطيت سمكة لاي شارك بحياتي يعني الهار بدي اخد السمكة الله يساعده سحبت السمكة قتلت علقته عظاهره رجع طلع الشارك علي اجي اقرب علي ضل يبرم حولي وانا جربت اقرب علي لشكه لشارك لشكه لسبب كتير بسيط انو ما بدي اقزي بدي اشكه لفرجي انو انا بريلاتور ما تقري بصوبك رميل احميه من غير غطيسه لان اذا التقب شي غطيس تاني رح يقوصوا على اكيد لانو من خوفه منه لشارك سو انا بس قربت عليه جربت شكه برم وراح كنت تفضل ان اشكه بس بهايك مرحلة حتى لو في خطره حياتي انا مرح اقوصه لشارك لانو اول شغل الشارك كلب البحر هو محمي وتاني شغل كتير مهم للانفايمنت الانفايمنت والشارك ما بيهجم عليكن اوتو فنوال هادو يعرفوه بأكدكن انا كل الناس اللي سابحة بالبحر انا بأكدكن اذا مش كلكن على القليلة في مرة وحدة او مرتين سبح مرة الشارك تحتكم بالماء بس انتو مش عارفينيه بس لا تكون واضحة الشغلة لانو عنا فوق 8 انواع او 9 انواع شاركس بالميديتراني دايما فينا بنا نحدد انو الميديتراني مش لبنان الميديتراني هي بحل قبيض التوسط لكل العالم بس نحكي عن اسباس موجود بالبحر الابيض التوسط اه ليش انا بالبنان اواش اي انا بالبنان لانو بحبه لالبنان هادي اول مبدأ فين يكون بالجمايكا عيش عجزيرة موينج انو انا مارين بيولوجست جزيرة بالكاريبيان وبايرت او الكاريبيان كلها عالم بيعرفوا المي الزرقه والكور الريف والصمك الملون بس اهلي عايشين هونيك انا لبنان بحبه وصر لي فوق العشرين سنه همجرب ساعد البلد بيئيا طي يتطور والانسان يتطور بالبلد لانه اصعب شي الانسان فبقى فبقى عمجرب درسيات ما فيها تلكولوجي تباها البلد انا فري دايفر من انا عمر خمس سنين فري دايفر للعالم تعرف انو هي بتاخد نفس وتنزل تحت الماي وتجرب تضيين قدمة فيك تحت الماي على نفسها عندي سكول فري دايفر اسمها متى اسم البطو دا اه سواملت براند للتليميز تعبقولي هاي البراند مبتنبع إلا لتليميز مبتنبع لبرا لحدا محصورة بس لتليميز والميساج تعبقولي هو ايكولوجي يعني بس واحد تكون لابس البراند يعني مارق بالتمرين وبالصف بالفهم يلي بنعطى لكل فري دايفر بيزا العلماني طيارة في كمية السمك والقياسات السمك اللي بدو يقوصها ايام واسم بدو ينقيون يعني سبونيك سيزن ممنوع يعني بسكونوا عبتكاتر والسمكات اه مساج من عنوان وبينقارة بس شوفوا انه لي بيستيكويتو كذا ليش لابس بس من الفوق مش من تحت تيشوب تراحة ومعك ثلاثة كيلو على كيلو كيلو اثنين ونص ونص ومقاص هزا مقاص للليون فش لا لا مش هلا فبقى كون سريع و هلا مشوفوا نعم موسيقى 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 في الوقت أننا موجود موسيقى 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 هلأ أنا وعب.. هلأ هلأ أنا بحكي معك هون من طبعات ترات مهيلي خطرة؟ شو بتعمل تشيكتنا هون جمعت رأي هين طرح الأحمر حسب كل واحد في نيس بيقدروا يموتوا مننا عشاني أنت؟ أنا.. صارت تشيكتنا هادة مرات ما كتير حسيت فيه أنا اللي عملتوا أنه أنا ساعة خمسة ونوص عبكرة زلت جبت السمكات أورادي راح أذكر نهول السمكات عادة هل أفصر عنهم ما بقوصهم بجيبتهم بس للفوتش اليوم لنحكي عنهم شوية هل تذكر واحد منهم نيك؟ أكيد يلا قوم قوم هيدا القياس بلقش مية كتير صغيلة يتصيد الواحد هيدا لقوز هيدا حفشة من الفامية تبع اللقوز هيدا صغيرة فيها 800 جرام 900 جرام فبقى هيدولي كلهم ليك هيدا المقوصة قبل رايح شقفة من دنبا أنت بتحترم السمك وحتى هالا قياس ما بتشيله هيدا ما بحية تبشيله خصوصا الحفش أنا بعتبره لازم يتقوص أكبر من أنا عادة اثنين كيلو وطلوع السمكات بالإجمال بها القياس بيكون بزر على القليلة مرة واحدة الاثنين كيلو بيكون عنده أكبر بكتير كلمة بتكبر سمك كلمة كمية البزر بتكبر ما هي أكبر هيدا القياس ما لازم ينشال أنا شلت أول شي كرمي اليوم التاني شغل لأنه قياس مرة مرتين ما بكون هالقدة عم بأزل طبيعة بها هيدا كارب سقيمز بالعربي هيدا السمكة كتير قليلة بالميتراني عنا بالميتراني عنا بس بأوروبا بيشيلوا كتير مننا هيدا كتير طيبة على الأشياء تخافين لايكوا لحمتها شو بيضة بس كتير قليلة ما من لقى منا بالسوق بالإجمال كتير هين للصيد لغطيس القلنين بالليل بتصيادهم لانهيدا بصر غوص طيب كتير هيدا منورية كمانة بصر غوص بصر غوص طيب كتير طيبة هيدا الجرو هيدا اللي إحنا إكلنا بس بالإجمال الجرو هيدا الياس صغير بوصل لستين وسبعين كيلو لاتصوروا قدي كبروا هيدا فيه وعليه لنس كيلو ستة ميدي جرام هيدا بيمشوا يعني جروبات كتير كبيرة. مش نهيك اليوم عنا اثنان. لانو قوصت نام ضربوا واحد بالغلط. انا قوصت نقيت الكبير اصدا. بقوص الكبير. اللي طلعوا بس كرميل الفوتج. طلع لنا اثنان ضربوا واحد. ولو كان ضربوا شوي اعلى او محل ما بيقزي. مش بالكلونتا بقولتو. كنت فلتو. بس ضربة كتين صايبوا بالطريقة انو ما بعيش بقى. فبقى بفضل انو يجيبو. سو هلا رح نعملو الميين. لانو انت براك تاكل. انت براك تاكل سمك براك تاكل ميين. اوكي. بنا ننظف السمكات. خبرنا عن سمك لبنان. عنا السمك بلبنان. قديش كميتهم. شو رجب نتصيد. شو ما فينا نتصيد. شو عبالك تفكي انا معك. اه. سمك لبنان بالاجمال عنا سمك. عنا سمك. بس المشكلة انو عنا صيادين اكثر من السمك بعد. شو يعني. يعني متلا بستعطيكم متل صغير للعالم. بس طائب هالجملة. انو سيادة السمك اللي بقلب بور ترابلوس. تحية لها جماعة. لها شباب ترابلوس كلهم. كمية سيادة اللي بقلب بور ترابلوس. اكتر من الكوت مديترانيان فرانسي. فيه كمية سيادة بقلب بور ترابلوس. اكتر من الكوت مديترانيان فرانسي. شو يعني هدا شي. يعني. عنا كثافة بالسيادين السمك. بدنا نعمل سوشيال يعني مثل اتوت جديدة معايير جديدة لكل الصيادة باللبنان ينعمل لهم استاتيو سوشيال ما بارد تبدأولها بالعربي اذا في حدا يترجم بيكون متير منيح استاتيو سوشيال للصياد كل واحد طريقة صياده اللي بيحبت صيادة بينعمل له رخصة وتوقيت ومساعدات وقدم نيته يعني مش لاتنقل حل اذا خففنا الصيادين بعشرة ما ضروري نخفف صيادين ضروري ينحصر الصياد ينعمل لهم استاتيو سوشيال يعني مثل كل واحد البريمات تقوله وهيك بتلغي كل الصيادين اللي جو يلي عبتصياده غير شرعية وبتحد من كمية السمك الصغير يلي عم يشار اوكي شو عنا نوعيات مهمة عدش بيوصل الكبرى واليوم هلأ موضة لألباكار شو لازم نعرف الألباكار هو نعمل تونة اللي اللي ابدا اندينجر لانو ما بينقشع شو يعني ما بينقشع يعني بلاين بتصيادو عطرولينج مندو ما يقشعو بيمشو بالرفالة و بس يضربو يضربو اوكي؟ اوكي؟ وكثير اتود نعملات وكثير اشي نعملات ما في شي مزبوط وما في شي موثق مزبوط مثل ما هو لازم يكون موثق فعنا البلوفنتونة اللي هي من اغلى سمك بالعالم لدرجة انه في سمك مباعت باعت باعت بمليونين دولار بعتاد شمك مباعت بشو اسمو بيابا مرجوطين عنا هون؟ بلوفنتونة وهلق موثمون وانا عندي ركورة ميترانية بالصيد البلوفن انا مقوص فوق 25 بلوفن ناية بالغاية بالبنان عندهم وبياناتهم واحدة 133 كيلو قوص ميل دولار 20 كيلو بلبرودي انا مقوصهم مش بالشوص برجع بحملهم تطلع فيهم؟ برجع بحملهم اتفايت اكشيلي انا بحترموا البلوفن لانه سلداد الميترانية بالمزبائلة ابقالوا ميغو يعني شو ميروح بالعربية؟ ميروح افش فهي بتحارب معاكم بتصير لحاقة وعم تشوف مين بير بحابل اي مش بس اكا مش بس انا بحاربة القوة ابقولة بدي تكون عندك ماتريال كتير قوي ورزيسطة على القوة اللي عندي اياها سو هون الشغل انت هون هيدا الشغل هون منك بدو يجيب الاخر انو انت كيف تكتار تتصرف معا امتي بدك تشد امتي بدك ترخي كومبلكس شو اسمو؟ كومبلكس الصيد تبع البلوفن بس احلى من احلى من احلى صيد بلبنان بلبنان ايش معقول انا بجي اجملنا ناطشر الملح استغربت وشوفتك متصة انا متل ما هي فتشافي انا مالك باسلا انتو الكلاس انتو شميجة مالك شميجة انا بديش اقلش انا عالتا مليا ديشيو 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 اميزن تكسشو رشنس بلوحة البحر انا برجع الى اصله انا بفضل كوهة اصله صراحه اه انا بفضل كوهة اصله صراحه هيك برطيه وهيك معوه اشيو نايب عيش لحالك نسكت عم تسأل مش خطر تكون وحدك تطلع وحدك تروح وحدك تتخلش وحدك هاده هاده المساجة يكون كتير مهم لعالم اه انا انا بقولكم ما تعملوا مثلي لانه انا ربيد بالبحر انا مراقب عشرين سنه من حياتي ما في حدا بيقدر يعمل اللي انا بعمله هلا بلشوا مش من زمان بلشوا كتير عالم يقدروا يتأقلموا شوية البحر يتأقلموا شوية بس البحر مش لعبه بدك تعرف تقرأ واهم مشالي اهم مشالي بدك تحترمي تعتبر دائما ان البحر دائما اقوى منك يعني تحدي بانك وبانه تكبير راس عليه بيدفعك حياتك بيدفعك حقق حياتك مالبودة المالب بيدفعك حقق حياتك مش هناك لازم تفهم البحر تتعامل معه مع البحر بتاخده بتاعتي معه بتخلي هو يقرر مش انت اللي بتقرر لان انت بحياتك هتقر تاخد قراره البحر المساج كتير صعب ينفهم هو بالنسبة لي كتير واضح بس للعالم كتير صعب يفهمون لانه تصرفوا انه راح يكون غير كليا مع البحر فبقى طعم معك اه كله طعم حدا بدو؟ ما في قبضة من هيك منها هاد الحياة يعني بالاخر موسيقى موسيقى شو بتنزل بتفتش تحت الماية ما تفتش تحت الماية بزل بتعلم بزل بتثقف بزل بتحول لسامتي انهوي تقدر تقلم اكتر على الحياة طبعا بتصور؟ كتير ما عاولتين هر تعمل كتب تعمل فيديو تعمل يوتيوب تشانل موارد بقدر اقامل كتب وبقدر اقامل يوتيوب تشانل عندي فوق الخمسين ألف ساعة تصوير فوتج محدا ننديه من العالم بس طرح انت اصحاب راح نوضع الفكرة سبب تنزل تنزل تحت الماء بتنقى بتقوصها ما بتطلق لا بتعزب للسمك هاي بتطلقها اللقات بتحطorg الشمك الاخر كل منها دفت Uma Seahop ألانا جديدة من مبارك المبنم ان الذطيع مستخشر is ecological. يعني انا بقدير انا اكون هلأ بالكباستيتا بولي والكريتيريا تبولي بقدير انا اكون مجرم. انا هلأ بالنزل اللي نزلت هلأ كيفين اقوص لشي 10 سمكات متل هاي السمكة. بس انا ما بدي هاي بدي سمكة واحدة كبيرة لا اعملها لقلب اللي اسبق لي. قداش بقدير اكون انا ايكولوجيك قدير بقدير اكون انا مئزة للطبيعة بهالطريقة تصياد حتى. لانه قوة شغلة بقدير قوة 6 ساعات سبع ساعات عم بتصياد وقدير كمينة السمك اللي بشيله انا تكون هائلة يعني. فبقا بالنهاية هو الانسان وطبع الانسان قدير بيكون بيئة وقدا بيكون فهمان وضعه وقدا بيكون فهمان بحره وقدا بيكون بحبه وطم يضره للبحر. في كتير ناس عامل حالة انه هي بطعمة كبير فشنج وانكولوجيك بس بالنهاية هن عم بيعملوا العكس عم بتصيادوا كميات كتير كبيرة وعم بيعملوا مجازر بالصمك وماطيين بورا انه هن 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 نحكي بش بالانينة وهن بيحبوا الطبيعة وطرقيمة كله ابوكريزية وهداشة كتير. انا عندي مساج كتير هايين وبتير بسيط. اول شغلة ازا بدك بلش ترزع البحر بدك تحبوا للبحر. شو يعني تحبوا يعني بدك تحترموا بدك تقدروا قبل ما تبلش تزعلي. ازا نزع البحر لتكبز بلتك بالناشك. ولا تتصياد كل شي بتقدر تشيله كصمك لانه انت طبعك طبع اللبنانة قطرقيمة. بلق جمال بالعصافير والاو كان بسات سمك هو ذاته. بيعتبر حالة انه هو ديك وابا ضاي ازا شيل كميات سمك وهيدا الشي غلط. بيعتبر حالة الانسان لدي مكون واع على التصرفه. ويخلي يخلي مبادئه تصبق غريسته. هيدا كتير مهم. هيدا المساج كتير مهم. المبادئ هي اللي بتضل. الغريزة هي اللي لازم تروح. لانه هالاجرام هيدا بيرجعك لورا. بعدين انت توطن عين حالك. لانه بكرا شه نهار رح تطلل لتفرجي اولادك بصورك انت شخصيا لانت تفرجيهم لولادك مع هكمية سمك اللي لفلوشة. وتقولهم لولادة ليكوا انا شو عملت. انا كنت مجرم. انا عملت غلط. وهون انت رح تنضمن حالك. فبقى جاربوا كونوا يعيين ابكر ما توصلوا لهالموقف اللي انت رح تنحطوا فيه. تنحجوا قدام ولادكن والجنراتيون اللي ج طيب من بعضين. طيب. من انتر تايشو عايي طلع بي لكم باي. تانكيو فور جوينيك. تعلمنا عن الطبيعة. تعلمنا عن البحر. تعلمنا عن السمك. تعلمنا نكون انسانية اكتر واكتر. ونتذكر نتذكر نتذكر انه انتو انتو كلكم بهايد الحياة ممر مش مكر. انتو باقيين. باعت في وطنيةكم من بعدكن ومن بعدكن. تخيلوا بس كل يوم اذا اهلكم كانوا دمروا هالبلد هالقدة ما كانوا تركو لكم شي. وانتو عم تدمروا ما رح تتركوا شي لأولادكم. فكل واحد يشتغل بان ثانية ووطنية وبمحبة شوية للأرض. ما يكب. ما يلوس. ما ينزع. ما يوصخ. وما يتصرف بتصرف انه يلا. مهم انا عيش وبتخلص الدنيا وراي. فان شاء الله تكونوا تعلمتم منيح اشي وانبسطتم معنا ترجقتنا. وسط الغراض. بس اتطمنوا بالكن. باي شباب. باي مارك ان مارك. اه اكوردنجي نحنا موعدكم ببيزيت تانية بزيارة تانية بطلعة تانية بصور تحت الماء اكتر. وانقال الله راد نجع نطلع عدة طلعات بمحلات تانية بمواسم تان اشتركوا في القناة